السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبراكم ايه يا ربكم كويسين في أحسن حال يا رب هراجع النهاردة مراجع سريعا كده على المحاضرة الأولى في السيروش قبل نبدأ ندل زمانينا بالرحمة والمغفرة ان ربنا سبر أهليم يا رب ويرحقنا بهم على خير الله سبتكونا بناتكلم عن ايه وكمان ايه هو المين فنقشم التاع احنا عندنا اصلا الجسم المتحكم الرئيسي فيه هو جهازين كوبول هو الاندقراين والنيرفا سيستم هو الجهاز الأسرع ما بين الاتنين بس بيعد مدة قصيرة بس هو اللي بستجيب أسرع فهو المين فنقشم التاع هو الكنترول هو اللي بتحكم في الجسم كله سواء كان بقى بيتحكم في الحركات الإرادية أو اللا إرادية هل هو مسؤول بس عن الحركات الإرادية أو اللا إرادية؟ لا دو كمان وظيف كتير زي اللي هو مسؤول عن المومري والثينكين والأم والإيه تاني واللرنين كل ده هو المسؤول برضو عنها بس خلينا نعرف دلوقتي ان هو مسؤول عن فرانتر وإرادية حيث التانية دي هتاخدوها على مدار الميديول العادي طيب هو قلنا ان هو الربد كنترول عشان كده هو المسؤول علينا هو الأول حاجة بتستجيب للجسم طيب هو ليه سريع يعني احنا عرفنا ان هو سريع هو أسرع حاجة بتستجيب عن الاندوكراين كمان طيب هو ليه سريع ده كده عشان الاستقبال والرسال والاستقبال بيحصل عن طريق إشارات كهربية فهو ده السبب الرئيسي ان هو سريع تمام؟ تمام؟ طيب هو النيرفاستيشو ده بتكاوم من ايه؟ بتكاوم من نيرون والنيروجلان الاتنين دول ايه الاساسي ايه اللي بيعمل الفونكشن متاع النيرفاستيستم نفسي؟ هو النيرون طيب النيروجلان دي جايلي هي جايه كسابورت بس للنيرون بتدعمها بتخليها تعمل وزيفتها على اكمل وجه بس طيب هل ده معنا ان هي مثلا مرهاش لازمة او كده لا ده هي موجودها اساسي ده بالعكس ده هي موجودة اصلات من 10 ل 15 مره عددها من 10 ل 15 مره عدد النيروز نفسها هي وجودها مهم جدا عشان يساعد النيرون اللي هو يقدي اعمله اكمل وجه كمان طيب هو ايه؟ هو نيرون الوحدة البنائية للنيرفاستيستم هو نيرون طيب الوحدة البنائية للنيرفاستيستم هو اصغر تركيبة في الجسم قادرة انها تعمل نفس عمل النيرفاستيستم نفسه يعني هي اصغر جزء هتدي له استيماس هيرد علي بروزبونس تمام تمام وده برضه هنقوله في اخر المحضرة خلص 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 طيب هو ده تركيب النيرون النيرون بيتكون من ايه؟ بيتكون من اهم حاجة من السلبة دي وبعدين في نيوكلوس بتطلع منه دنترايتس اللي شوية بروزيسس كتير بروزيسس في من البروزيس ديان زغيرة ومتشعبة كده وفي منها بروزيسس تاني طويل ومش ما فيش فيه برانشات ما بيطلعش منه اي برانشات طيب الزغيرة واللي بتطلع منها برانشات كتير دي اسمها ايه؟ اسمها دنترايتس وهي المسؤولة عن الاستقبال هي اللي بتستقبل امبلوز من انيرون التاني تابستلنا نأكلها من هذا يعني لدني هم هناك مثلا هنا السلب والجوها النيوكلوس طلع منها بروزيسس كتير بروزيسس القسايرة ومتشعبة ديان هي المسؤولة عن الاستقبال هي اللي بتستقبل من نيرون اخر اي من نيرون تاني اهو من نهاية العصبية ايه ده نيرون تاني هكذا لو كمناه ده لو كمناه هيبقى نيرون جديد خالص بسيلبادي وبروسس وكل حاجة هيا فهو المسؤولة ديندرويتس دي هي المسؤولة عن ان هي بتاخد الامبلس من النيرون وتوديه للسيلبادي طيب البروسس التاني الطويل اللي مش متشعب خالص ده اسمه ايه اسمه اكزن هو ده المسؤولة عن ان هو بياخد الامبلس من السيلبادي نفسها ويوديها لترمال بلانش بتاعته ببراجات الأخيرة بتاعته عشان تاخدها منه ديندرويتس بتاع نيرون تاني يبقى احنا كده السيلبادي النيرون بيتكون من ايه؟ بيتكون من سيلبادي جوان نيوكروس طالع منه ديندرويتس مسؤولة عن الاستقبال هيخرون منه اكزن الاكزن ده ساعات بيبقى متغلف بمايلين تشيز او مش متغلف يعني مش كل الانواع هنقول دلوقتي انواع النيرون مش كل الانواع متغلفة بالمايلين تشيز تمام نهاية الاكزن بتاع نيرون تاني يعني ده كان لو كمناك كده هيبقى نيرون تاني خارس ودي اندرويتس بتاع نيرون تاني برضو احنا كده هي شبكة مع بعض ان كلهم متصلين مع بعض مش كل واحد شغال واحد فهو نيرون بتاع نيرون ده شكل التاني برضو طيب ايه هي انواع نيرون زديا في نيرون بيبقى اسمه يوني بولر بروسس واحد بس يطالع منه في نيرون تاني اسمه بروسس بس يطالعين منه احنا عندنا قديس البادي طالع منها اتنين بروسس واحد فوق واحد لتحت فهي دكتورة قالت ان واحد منهم هو اللي بيعمل عمل لديندرويتس يعني هو اللي بيستقبل واحد تاني بيعمل لأجزون هو اللي بياخد من السلبادي وديها للنيرون التاني فهو كده مثلا بيعمل لديندرويتس وده عمل لأجزون طيب عندنا نوع تاني اسمه سودي يوني بولر يعني ايه اصلا سودي يوني بولر يعني هو واحد هو باين انه طالع منه اتنين طالع منه قد بروسس و م بروسس بس احنا لو جانا نركزنا احنا بنقول انواع على حسب البروسس اللي بيخرج من السلبادي نفسها احنا السلبادي خارج منها بروسس واحد كده كونه البروسس ده اتقسم اتنين ملناش دعوة احنا اهم حاجة ايه اللي طالع من السلبادي طالع منها بروسس واحد بس فده اسمه سودي يوني بولر طيب الشكل اللي احنا متعودين عنه او النوع الاساسي له هو ايه هو المالتي بولر اللي هو طالع منه بروسس كتير سواء كان بقى دندرايتس كتير واحد بس اجزن نزل تحت تمام تمام دي بقى النيوروجلايا هي الساببورتنج عشان النيورون تعمل الفنكشن بتاع اجمل وجه عددها من عشرة لخمستواشر او اكتر كمان دي انوحد دكتورالت مش مهمة اوية عشان كده كده هتغضوها في الهستروجيا طيب احنا عندنا الاناتوميك الاناتوميك بتاع نيرفا سيستم ده على حسب الاناتوميك بتاعه هو بتكون من ايه؟ بانوابة هنأتسموه الحاجتين على حسب الاناتوميك بتاع اسموه الحاجتين السنترال نيرفا سيستم والدنورفا سيستم هو عبارة عن البريين والاسبينال كورد البريفر النيرفا سيستم سنخيط اول شيء هو ايه هو ده عبارة عن البريين والاسبينال كورد حتى بيخرج منهم نيرفات اللي بتكمل هو ده البريفرار يعني ده السنترال هو التاني بقى البريفرار هي النيرفات اللي خرج من جزء من البرين وكمان خرج من البريفرار كده بتروح لكل الاطراف ده عبارة عن البريفرار نيرفا سيستم تمام تمام ده بيعرفنا هنا السيجمنت بتاع سنترال نيرفا سيستم خارج منها سيجمنت هنا السيجمنت بيخرج منه سيجمنت انما البريفرار نيرفا سيستم بيخرج منه نيرفات هنقول دلوقتي الفرقة ما بينه طيب هوا قاملنا هوا سنترال نيرفا سيستم بيتحط كله في بون كافتي البرين بيبقى في الكنال الكوتي و البريم في في فيرتيبرار الكنال هذا كله حشان هي يحافظه علي بس نحن نستطيع المشكلة في البرين بالتحرق المشكلة لنفصل إلى جزء الظهر يمتلك الغري هذا الجزء الغريه يسمى غريموتور مطاردية اصلاً ايه اللي اديها شكل هذا ؟ هو السيل بادي ودنترويتس هي لديتها الشكل ده اللون الابيض هو اللي عملها الأجزونس وبرانشات بتاعها يبقى اللون الجري هو السيل بادي ودنترويتس واللي عمل اللون الوايد هو الأجزونس بالبرانشات بتاعها في البران الاؤتر layer هو الغري واللير الي في النصف هي الويت هذا لا يمنع بأن نجد بعض أجزاء من الغري متر جوه الويت متر لكن هذا ليس المجرور بها هو المجرور بأن الأطراف هو الغري وفي النصف هو الويت متر لما اصبعنا الكورد لدينا الكورد لدينا الموضوع معكوس مثلا حسن الوايت متر Buter هي اللي في المفترض الكوردس الاؤتر الالرق إنما الجري متر قليل معه هي متركزة في النصف وفي السنتر واللي تاهمد ليسو بس كده أن أدعمها شكل حسينيب اهي تمام تمام ! النرفافر للعتمام النرفافر للعتمام لا تتبقى أفرنت لافرنت لافرنت لا إما يتبقى سنسوري لا إما موتور الأفرنت او السنسوري هو اللي بيشيل المتلوس ليروح به للسب بعد الكورد يعني هو بيجيب الإشارات العصبية من أي أن كان هي فين ويوديها للسبان الكورد طيب الموتور أو الإفرنت لا بيشيل الإمبلوس من اللسبان الكورد يودي المكان الذي هو رايح بقى البروفرر أي حتة يبقى الأفرنت أو السنسوري بيشيل الإمبلوس ويودي للسبان الكورد إنما الإفرنت بيشيله ويخرج بينهم اللسبان الكورد يبقى داخل وده خارج طيب الاتنين التانين دوم هنقومهم على رسمة دلوقتي هنا إفرنت أو السنسوري إليه فهو لذي يتخف من اللسبان الكورد يحدث هنا في أماكن اليسر إذهب بيخارج كيف سوف تكلم بيشيل الإمبلوس الأفرنت أو السنسوري نورون؟ سيدخل اللسبان الكورد على ماذا؟ هنا يسمى درزر هورن الجزء اسم درزر هورن الجزء اسمه فنترال هورن هناك جزء اسم لاترال هورن وهو ليس مرسوم فى الرسمة وعرفوا يعني انه موجود سيدخل عن طريق درزر هورن سلي سيخرج الامبلس اي سيخرج من ناس بينا كون سيخرج الاترال هورن التخرج الامبلس نرى التحرك ، أي Infrast DIFM بالليلسبانار legislاط. يجري إلى اللط گانجة ولية الحين وأقوم بها. ubrater card هو لسان schizophrenia لتريك الغن م Loud cell الموتر او الافرنت هو اللي بيخرج من الاسباني الكورد عن طريق الفنترال الروت الماضر سيل بتاعته انها في الانترير هورن سيل للسوماتيك واللاترير هورن سيل للأوتونوميك معلومات دكتورة قالتها ان النيرفو فايبر دي احنا قلنا النيرفو فايبر لإما تبقى افرنت لإما تبقى افرنت سيزد رأيك حزمة لانترير فايبر احزم من encontramos champ samp أعتقد أن النيرفو فايبر لإما تبقى افعنت لانترير فايبر لا يمكن ان اesty fax بще مجموعة ما تبقى كلها تبقى افرنت لا يمكن ان اصبح جزء من السجن افرنت فمن ان التجمع من الخلايا نيرفز كما يتجمع معه مع بعض يصبح نيرفز السمين يصبح نيرفز عندما يكون خارج من خلال نيرفز عندما يكون في البريفرال او في البريفرال سيسميه نيرفز يعني خارج براه عندما تكون تجمع سيسميه ملفز يسميه تراكت يعني هنا مثلا لو التجمع الخلايا تجمع النيرفات ده تجمع النيرف فايبر ده حصل بره السنترال نيرف سيستم ده اسمه نيرف هو ده اسمه نيرف طب لو حصل التجمع دي وحصل بندل برضه من النيرف فايبر كل ده لإما يبقى فرنت افرنت او مكسد اي حاجة بيبقى ايفين بس جوه السنترال نيرف سيستم ده بنسميه ساعتها اسمه تركت تمام عشان ده سؤال مهم دكتور عليك طيب احنا كده قلنا ده حلو نيجي بقى لالكلاسفكيشن بتاع النيرفز احنا هنقسم النيرفز ده حاجات كتير قوي احنا قلنا في الاول لاما يبقى النيرف ده يبقى متغطى او مش متغطى فهو يبقى لاما ميلينيتد او طيب احنا كده حاجة تانية هو الاتجاه النيرف ده ده فين النيرف ده خارج من السبان الكورد فيبقى ايه موتور ولا داخل اسبان الكورد ويبقى سينسوري هو تجاهه فين؟ طيب انا هو داخل اسبان الكورد ويبقى سينسوري ولا خارج من اسبان الكورد؟ طيب هو لو خارج من اسبان الكورد خارج رايح فين؟ رايح لعضلة اراضية فيبقى سوماتيك؟ او الوضعية او الوضعية فى بقى اوتانوميك؟ فهي ده البقى تو جب الاختبات ان اتجاهه فين؟ رايح لحاجة اراضية او غير اراضية؟ رسولت اصلاف نيروترانسميتر هو المواد الكيميائية التي تخرج من النهاية العصبية هل هو كورونجيك او ادريناولوجيك مهل كان ماذا؟ مهل كان كان كورينوه واسباينوه ماتبط محلوكيون الدكتورة قسمت النيرففايبر عن طريق أنه هو أنواع النيرففايبر لإما يبقى A و B و C وقالت أن ال A و B ده ملينيتد و C بس اللي هو الملينيتد جد قسمت أن ال A هو A ألفا و A بيتا و A جاما و A دلتا و B قالت أن ده كل هم متقسمين على حسب A يعني أنا قسمت A B C على حسب A قالت على حسب الديامتر وعلى حسب السرعة بتاعته كل ما زودت الديامتر بتاعته كل ما زودت سرعته يعني سرعة التوصيل اللي فيه تبقى أكبر يعني كده كل ما زودنا الديامتر بتاعت النيرف كل ما زادت سرعته قالت أن أسرع واحد يوم خالص هو ال A ألفا ده أكبر في الديامتر وكمان أكبر في السرعة وده قالت أن هو المسؤول اللي بيكون يعني هو السوماتيك بيروح للعدلات الأراضية تمام تمام وكلهم قالت أن ال A و B هم ميلونيتد إنما C هو أين ميلونيتد يعني مش متخطف مش كفرين بقى أي حاجة وقالت إن C هو أبطأهم إنما بقتي الأرقام ودي ما قالتش عنهم حاجة نجي بقى إن إحنا قلنا وإحنا ممكن نجيب نيرف واحد بس ونقسمه على حسب ده كله يعني ممكن نقول النيرف ده بس هو ميلونيتد وممكن يكون ميلونيتد ورايح للاسبانك كورد فبقى سينسوري وهو مثلا النيروتراسيمتر بتاعه كورورانجيك الأورجن بتاعه كورانيا كده إحنا ممكن نمسك نيرف واحد بس ونقسمه على حسب ده كل ده وبيقى مثلا النوعه A ألفا مثلا فإحنا ممكن نمسك واحد بس ونوزعه كل ده وإحنا كده كمنا نقول الأناتوميكا البتاع السبترين نيرف السيتم نيجي الأمر الرمال 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 ستهي sold و consumption الكرانيل نيرف هي 12 زوج لكن إحنا جميع أيها الفئرية ahahaha لو شكرا نامل كرانيل أما نط trendy لا اما فيهم منهم بيور موتور لا اما يبقى ميكسد منهم الاثنين لا هو عبارة عن 21 زوب كلهم ميكسد ما يدفعش في اللسبانا نقول لا ده ممكن يبقى فيه بيور سنسوري بسرا لا اللسبانا كلهم ميكسد متقسمين لتمانية سيرفايكل اتنشر سراسك خمسة لمبر خمسة ساكرال واحد كوكسجين ده مقارنة مبينهم الاثنين مبين الانوتومكل كلها احنا قسمنا الانوتومكل من حيث الانوتومكل ده مراجعة لهم كلهم اول حاجة ان البرين هنقولها بسرعة برضو قسمناها البرين وسبانا الكورد البرين موجود في السكال عشان يحميه والليسبانا الكورد موجود في الفرتبنا الكورد البرين متقسم لتوه سريبر هيمسفير وعند برين ستم و سريبرام الاسبانا الكورد وما تقلقوش منهم هتاخدوهم في الاتهم بتفصيلك خالص الاسبانا الكورد متقسم ليه سيرفايكل وثراسك ولمبر وساكرال واكسجين متنسوش الاسبانا الكورد في السنتر النيرفوس سيستم متقسم لسيجمنتك يعني ثمانية سيجمنت، اتنشر سيجمنت، خمسة، خمسة واحد كلهم سيجمنت عشان البريف نيرفوس سيستم هيتقسمه النيرفوس وأزواج كمان أزواج من النيرفات هنا في الـ grey وهو في الـ outer layer و الـ white matter في الجزء السبانا الكورد العكس الـ outer layer هي الـ white وهو grey وهو في النص وعمل كمان حرف البريف نيرفوس سيستم متقسم الكرانيا النيرف وسبانا النيرفوس الكرانيا النيرف هوا تنشر زوج في منهم بيور سينسوري بيور موتور وفي منهم ميكسد من ناما الاسبينل من انساش الاسبينل يبقى على واحد وثلاثين زوج وكلهم ميكسد مفيش منهم بيور خالص بيقول لي احنا قلنا هو ازاي التعملات بتحصل ما بين الكوميونيكيشن بيحصل او التصال بيحصل ما بين نيرون ونيرون تاني احنا قلنا المعلومات والأوردر كلها بتتنقل عن طريق امبلس او اكشن بتنشن عن طريق اشارات الكهربية او الاكشن بتنشن هو ده التعاملات اللي بتحصل في النيرفا سيستم كله بيقولك في بعض في بعض في بعض النيرونز ما بتبقاش متصلن ببعضها في بينهم بيبقى جاب الجاب ده بيبقى محتاج بريتج او سيتيشن كده فاصل ما بينهم سموه هو السيناب سبعنا نسمسوريته عشان يحتاجه قدام هو بيبقى كده مثلا نهاية عصبية نهاية عصبية هادة للأجزن وبداية الثاني كده فهي بتبقى النهاية العصبية دي كده المعبعك هي اسمها سيناب احنا ده كله كنا بنقسم النيرفا سيستم عن الاناتوميك الاناتومي بتاعه نيجي بقى للفسيولوجي بتاعه احنا قلنا عندنا سوماتيك واوتونوميك سوماتيك ده احنا قلنا لو رايح لعطرة اراضية اه اه اوتونوميك لا رايح لانفولانتري اه مصل المسل عندنا زي الاسكليطان المسل انما المسل زي الكارديكوس موس مصل كل ده اا انفرانتري الدكتور مركزش قوي على الجدول ده بس هنقول برضو ان السوماتيك الاورجن بتاعه بيبقى وايد سوائني الاورجن بتاعه بيبقى وايد انما هنا هنا في الانتيرون هروني سيل هنا في الاتران هروني سيل هنا بيطلع واحد بس انما الاورترونيك لا بيطلع اتنين الجنجليا هنا بيبقى ابسنت موجود في السوماتيك انما هو موجود في الاورترونيك عادي طيب احنا قلنا في الاول اا هو نيرون ده عن طريقه هو هو الوحدة البنائية للنيرفا سيستم طب الفونكشن بقى يونيت هو رفليكس اكشن وحنا قلنا رفليكس اكشن ده هو الجزء المسؤول ان هو يعمل نفس عمل نيرفا سيستم ككل يعني ادي له اا ادي له استيمولاس يديني ريسبونس طيب هو ذاهب الريفليكس اكشن ده فيه ناتشر بتاعه طبيعته ايه هو طبيعته حاجه غير اراضيه هو يعني اصلا الريفليكس اكشن ده يعني اسمه اصلا رد فعل يعني ايه رد فعل يعني مثلا اه هشكك بدبوس هاجب دبوس هشكك كده فانت رد فعلك هاجب ايه سبوعك او ايدك هشكك بدبوس فانت رد فعله او انا هشكك في حاجهك. ردي فعاله الطبيعي لا انت هتسحب ايدك بسرعة. يعني انت فكرت يعني هل واحد انا بشكه بدبوس. هو فكر ان لا ده انا لازم اسحب ايدي عشان هي. لا هو من غير ما يفكر سحب ايده. فهي دي حاجة غير راضية. زي مثلا انا حاجة قدام عينك. الم او حاجة. وحاول تدخله. يعني هاتوا قدام عينك كده. بس ندخلش في عينك يعني. هاتوا قدام ستجد مرة واحدة عينك الوحدة بتقفل هل ده رد فعلي طبيعي اراضي انت فكرت فيه قبل ما تعمله لأ دي حاجة غير اراضية فهو حاجة غير اراضية حتى لو اللي تحكم فيها اراضي يعني انا ايدك مثلا مش ايدك دي هي حاجة فولانتري هي طبع الاسكنلتر مصل ففولانتري انت بتحكم فيها بتوديها بتجيبها بتطني فيها اي حاجة فهي حاجة فولانتري بس هل لما انا ادتك استيمولوس وجيت اي حاجة ايدك عاملتها فولانتري لا هي انفولانتري اكشن بغض النظر عن الأورجان اللي عمله سواء كان بقى الأورجان ده فولانتري انفولانتري 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 موفمنت كيف الفرق بقى ؟ بين الفريكس اكشن و انفولانتري موفمنت عشان دي برضو الدكتورة قالتها حاجة غير اراضية مفيدة في ناس بتبقى فيه امراض اللي انت مثلا هلغضوها في الساكشن وكده بتبقى مثلا ايدك كده محطوطة فجأة تروح متحركة رجلة محطوطة حاجة غير اراضية يعني جسمك بيعمل حركات غير اراضية بس من غير حاجة يعني هو مثلا بيقاعد كده وفجأة يروح محرك ايده ايده بتتحرك لوحدها من غير ما عملها استيمولوس ما عملش ازاله 없는 اراضية لان اجرى اراضية لساكش بيصوطة لانا في الاو والد ordinaryخر جرد كده محطوطة لانك ازاله قد صحتك الهيض بكت غير اراضية وانما هو ايده تحركت الهيض من غير استيمولوس فهو الفرق بين elemente settlements وre отд 42 الינו from東 спокой الفلاة mộtophone محطة الفلاة boobs وفلاwickوس ار thank you الشيش في حاجة الناس كيف ستعرفه بالترتيب سواء كان ستجيبه أول شيء سأقوم بشكل دبوس سأقوم بشكل ريسبتور من الذي يأخذ الامبلس يوديه الامبلس قامنا بشكل مفيد و السنتر الامبلس سأجدو السنتر الامبلس ستجد السنتر الامبلس ستجد السنتر الامبلس وصف وصفة عصبية ستجد المفيد سيجد انتر نيرون سيأخذ الوردر باوية من كل حاجة وفجأة يرجع بالرسبونس من اللي سيأخذ الرسبونس من نسبة للكورد ويخرج من الفنترل من الفنترل هورنسل او الاترن تمام سيخرج من الفنترل سيبدأ الوردر من الفنترل يحمل رسبونس الريسبتطر يتقه الوردر يخرج من الفنتر في الاقتصاد من الفنترل يتعرفوا بالترتيب ويتعرفوا بالترتيب حسنا.. احنا قلنا خلاص الرفليكس اكشن هو في الصيوريجيكال او الفانكشان او انكشن ويوثفول اكشن زي الدكت مثال هنا عن الرفليكس اي لد اللي انت بقفل عينك لو في حاجه او رابط منها مرة واحدة وكده هو أصغر جزء قادر يعمل عمل السيستم نفسه هو قادر يأخذ التسكي تبكال للسيستم نفسه وقدر يأخذ السيستم نفسه وقدر يأخذ السيستم نفسه قادر ان الأفعال بتبعت أوردر تبعت أوردر بناء على المعلومات التي وصلت السيستم نفسه قادر ان تدخل السيستم نفسه عن طريق سينسوري نيرون أو الأفرند الأوردر يأخذ السيستم نفسه عن طريق سينسوري نيرون أو الأفرند نفسه في النص هي وصلة عصابية اسماها انترنيرون تتوصل السينسوري نيرون بالموترنيرون نفسه انت عندك أنواع رفكس اكشن عن طريق سينسوري نفسه عن طريق سينسوري نيرون أو أوتونوميك سينسوري نيرون في العضر الإراضية والعضر الإراضية عشان احنا قلنا هو الطبيعة اصلا هو هو النوع تاني هو هيقسمه على طريق الريسيبتور اصابت الريسيبتور بنفسه هو سوبرفشي يعني الريسيبتور نفسه موجود في الاسكن زي الوزدرور الريفليكس اللي هو شاك الدبوس او الديب ريفليكس اللي سواء الريسيبتور موجود في الاعمق شوية من الاسكن زي الستريش ريفليكس او الريفليكس اللي هو بقاعد ودكتور بيشاكوش او بحاجة على التندن في عند الركبة كده بيروح عمل ريفليكس مرة واحدة للرجل كلها لقدوه برضو قدام في الراون الريسيبتور موجود في الفسكرة من جوه زي المكتوريشن ريفليكس او جو اي تي قسمها تاني عن طريق ان هو فيه سيناب او بولي سيناب قالك انت عندك نوع واحد بس هو الموني سيناب اللي موجود عندك هو في الستريش ريفليكس يعني قلنا السينابس اهي اللي هو نهاية نيرون وبداية نيرون تاني هو ده السيناب يقولك هو موجود هو في الطبيعي او اغلبية النيرونز كلها بتبقى مبولي سينابس فيها اكتر من سيناب معادة واحد بس اللي فيه موني سيناب بس هو الستريش ريفليكس قالك اكوردن تو الكنديشن ريفليكس برضو او انكنديشن يعني ايه كونديشن ريفليكس او اكوايرد ريفليكس هي حاجة مكتسبة انا بكتسبها مش مش مولود بيها انا انا بتعود عليها زي مثلا اه حبي الاكلة معينة حب الاكلة معينة ده بيخليني اول ما شم الاكلة دي مثلا اه بيبتدي يحصل عني سلايفيشن مثلا غير ممكن نفس الاكلة ما يكونش بيحبها مثلا لو شمها او كده لا مش هيحس ان هو عايز ما بيحصلش له سلايفيشن او حاجة فتيه حاجة بتختلف من واحد للتاني للتالت انما الانكنديشن ريفليكس دي لأ بتبقى مع الولادة احنا كلنا بنتولد بيها كلنا زي بعض فيها اللي هو مثلا وجود الطعام نفسه وجود الاكل في الفم بيخلي يحصل جائتي كله بيبتدي يفرز السكريشن بتاعه فتيه حاجة عندنا كلنا ما استنيناش نتعلمها مع مرور الوقت فهو ده الفرق بين كونديشن ريفليكس او انكنديشن ريفليكس والكونديشن ريفليكس هو حاجة بتحتاج كمان لسيريبر الكورتكس انما الانكنديشن لا مش محتاج سيريبر الكورتكس عشان تبقى موجودة طب يعني ايه لوكال اكزن ريفليكس بقى دي حاجة هو انوترو ريفليكس يعني ايه نجي لرسمة دي مثلا ده ريفليكس بيبقى ريسبتور بتاع مش احنا قلنا اهم حاجة في الريفليكس اركي ايه الباسوي بتاعه في ريسبتور وبعد الريسبتور افرنت وبعد كده السنترال وبعد الاحياء افرنت واحد يدينب الريسبنت في الاخراح المهم ان في الاق pee في الراوب القادم الريوكس بقى مangersبات u يخرجcturankien pirates يتقسم عن طريق حاجتين امكانها هو ايتقسم عن طريق 2 يعني نفس النيرون يتقسم اثنين 1ا كأنه افرنت والتي يتطير 4ا غياب السنترل من الباصوي بتاع الريفليكس أرك خلا ده مش ترو رفليكس أصلا ده مش رفليكس حقيقي الريفليكس الحقيقي لازم يبقى فيه سنترل لازم يبقى متوفر فيه الخمس عناصر بتاعنا هنا لا ما توفرش الخمس عناصر ولا حاجة هو 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 نيرون واحد اتقسم الاثنين واحد اشتغل على انه افرند والتاني اشتغل كافرند وافرند وما فيش سنترل هو ريسبتر اهو مسلا اديت رد فعلا هنا كده الريسبتر اخده ادي ده اشتغل كأنه افرند وبعد كده راجع تاني عن طريق افرند من غير سنترل فهو ده مش ترو زي ايه دكتوري ده تنسال في المحاضرة انه هو زي ارصة الناموسا مثلا ارصة الناموسا اول ما نوصفت ارصة بتبتدي اه بيبتدي يحصل بازو دالاتيشن عشان نفرز الهستامين في حصل بازو دالاتيشن فيجيب حمرار كده دم يزيد فيجيب تعمل حمرار فهو ده اللي حصل لما انا مصر ارصة كانش فيه سنترل مراحش للسنترل مراحش للسنترل مراحش للسنترلل مراحش للسنترلل وقد رجع تاني لأ فعشان كده هيقالت هو نوت رو رفليكس اصلا انما الرفليكس الرفليكسات التانية لأ كلها مراحش للسنترلل يبقى الفرق ما بين لوكال اجزن رفليكس و الرفليكسات الحقيقية او الطبيعية العادية ان لوكال اجزن رفليكس هو مش رفليكس حقيقي وكمان ما يبقى بعد ايضا سواني هو في واي نيرون بس ايه الاكزن بتاعها هيتقسب لحاجتين اثنين برانش برانش واحد هى يعمل كأفرند والتانى يعمل كأفرند ويعملوا زي برضه قالت هنا زي الرفليكس الرفليكس التي تحتاجها ان الرفليكس التي تحتاجها ان الرفليكس ويحصيها انها افريكسات الثانية العادية لأ قدما موجودة في لها سنترلل من أنواعها بردو أيضا هي اسمان الريفليكس والمدلاري رفليكس وميد برين ده كلها أسماء الريفليكسات تتزامد على اسم السنترال وهي رحوا يعني السنترال بتاعه مثلا الريفليكس في الاسبان في المدلاري رفليكس في المدلاري فاهمين؟ إن شاء الله يعني طيب خلاص هيو كده تمام هيو بس نقر ديان يقولك الريفليكس أر سنترال كلها كل الريفليكسات عندها سنترال عشان هو ده اصلا مش true reflex هو ال reflex arc اللي هو البسوية الطبيعي لما شلنا منه ال minus لل central ما وصلش اصلا لل cns نتج عندنا طبام طبام يا رب تكون راجعناها كده بسيطة وحاولنا نتذكر كل المعلومات وقلت كل حاجة منسيتش حاجة بالتوفيق يا رب ان شاء الله سبحانك الله وحمدك اشان الله اشان الله اشان الله اشان الله اشان الله اشان الله اشان الله